اذكرت هذا الفيروس أنه غير معروف لنا كعلماء وباحثين لكنه في حد ذاته ليس أخطر من فيروسات الإفلوانزة العادية بل أن الغالبية العظمى من حامل هذا الفيروس يتخلصون منه دون الحاجة إلى أي علاج ودون ظهور أي أعراض لكن مصدر قلقنا كعلماء أن الفيروس جديد علينا مع التطور الهائف في التكنولوجيا أتصور أننا سنجد مصل للفيروس في قدون أشهر وحتى التوصل لعلاج أطمئن الجميع بأن الغالبية العظمى من الحالات المصابة بكورونا ستتعافى بسهولة فقط علينا أن نكون حاذرين دون المبالغة في الخوف مارك المسؤول الأول في المملكة البلجيكية عن إيجاد لقاحنا للفيروس أوضح لنا أن التجارب المعملية أثبتت أن فيروس كورونا الجديد شديد الضعف ولا يمكن أن يتحمل درجات الحرارة المتوسطة وأنه يموت تلقائيا في الأجواء العامة أو في عشرين درجة نامئوية ما يعني أن مصر ستكون من ضمن طليعة الدول التي ستتخلص من الفيروس نظرا لارتفاع درجات الحرارة حتى قبل فصل الربيع بحسب منظمة الصحة العالمية لم يتم تسجيل أي حالة مصابة بالفيروس في مصر أتابع من نفسي مع العلماء والأطباء في القاهرة تطورات محاصرة الفيروس السلطات لديكم تقوم بعمل انهائي ليستحق التقدير التجارب المعملية أثبتت أن الفيروس يعيش في الأجواء الباردة فقط وقدرته على تحمل الحرارة منعدمة تماما بالتالي في مصر سنتهى هذا الفيروس فور استقرار درجات الحرارة ووصولها إلى عشرين درجة تقريبا المطلوب إذن وحتى استقرار درجات الحرارة أو اكتشاف مصل للفيروس أيهما أقرب هو الاهتمام بالنظافة العامة وخصوصا غسل اليدين بمصاحق عادية والإبلاغ عن أي حالة اشتباه مصابة بالفيروس أما عملية ارتداء الماسك على الوجه فهو غير ضروري على الإطلاق إلا لحامل الفيروس حتى لا ينقلون العدوى للآخرين مجد يوسف مدينة لوفان بلجيكا